السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و welcome to mobile electronic diagnostic this is Muhammad Harun Idris today we have Hyundai Sonata we are trying to program remote on it there is a lot of options a lot of tools that can do this job but let us go together and see what going on هناك طبعا اليوم عندنا سيارة 2009 Hyundai Sonata أريد أن نبرمج الريموت يا جماع برمج الريموت في هذه السيارات لها الطرق عديدة ولكن نستعمل طريقة واحدة اليوم اللي هو بنستعمل Maxi IM608 فخلينا نمشي سوى ونشوف نعم الشنو طيب البرمجة لازم يكون المفتاح ignition is out the programming have to be true ignition must be outside not inside so now I'm gonna start from beginning just make it easier for you if you have this scanner لو عندك الاسكانر ده يا جماعة تجي هنا وخلينا نبدأ في نمشي الهوم ونجي للبرمجة طبعا انا من ضمن الاجهزة اللي انا بيحبوا هذا الجهاز لانه فوقه خيارات كتيرة ما شاء الله طيب نجي نقبل الامو ونعمل accept and then you gonna say accept في الامو نقبل الامو بعد ذلك تجي على الفين الاغنيشن لازم يكون فاتحة يا جماعة اول حاجة عشان نقدر نعمل برمجاتنا كويسة الخزنة فاتحة شايف ممكن حتى لو تدوروا ما مشكلة عربية دايرة ما فيها الشفرة يا جماعة المفتاح ما فيها الشفرة the key have no chip on it طيب نعمشي على الرقم الشاسي auto detects دارينا automatically عمل ايلا detect حيقر الرحل المفتاح شويّة we read the vin in a few seconds that means the car is well communicating معنى تو سيارا في communication coin ما ذا نفع الان نقول okay هل هذا إذا هو الرقم نقول اوكي إذا كان هناك فين نمبر نقول اوكي سوف تقوم بتقوم بتقوم التفاصيل و أعطينا التفاصيل لسيارة سناعة الأمريكية سناعة 2019 الانجين 2.4 نعم الخطوة التانية لما تيجي في هذا المكان إذا تريد أن تتعامل اليمو لو ما عارف ممكن تعمل اليمو اسكان هذا يعمل لك الاسكان لليمو كله لكن انت من الأفضل تمشي هنا يجب ان تذهب هنا وبعد ذلك تمشي على الريموت سيستيم تجعل الريموت سيستيم عندك واحدة اثنين ثلاثة اربع خيارات اختار هذا الخيار اخذ هذا الخيار يجب ان تجعل الريموت سيستيم و بعد ذلك و بعد ذلك امشي على الريمو يعني بوريك في شنو الحاصل مثلا او لو في اي حاجة انا طبعا ما در اخش في التفاصيل الريمو بقول لك انه ما ليش بقول انه في ثلاثة اربع انا برمجت ثلاثة اربع واحد هنا ثلاثة اربع ثلاثة اربع انا برمجت ثلاثة اربع ثلاثة اربع انا بقلر هنا امو بلاشة الريمو اضبع الريموت ثلاثة اربع اضبع الاجنيشن اضبع المفتاح يعني لازم تعمل العملية ده والمفتاح بره. لو العربية المفتاح ما مفتوح تفتح الخزنة تطفيه وتطلع المفتاح وخلي الريموتات وخلي الريموتات مع كله. بعدين نقول اوكي ساي اوكي. بعدها بريس لك انا نقل لك فور مور زان وان سكن في واحد. تضغط الاثنين ريموت كده. سوى لأكتر من ثانية. هتسمع الاشارة هنا الاشارات الدبل اشارات بولي مرة واحد. بسألك يقول لك دي اتبرمج. عايز تبرمج تاني. قل له نعم. التاني هنا شوف. لما نضغطه شوف الهلاك بعمس شنو. شوف. ولا مرة واحد. ما شاء الله. اندني اتنين. الكمبيتر سألك. ذاكمبيتر اسكي. عايز تبرمج تاني. قل له نعم. تاني الاخر تجد دي تضغطه هنا. براسية. هنا قل له معاك. يا قل له. معناته واحد اتنين تلاتة. سألني. قل له اخ. هالك تفضل للخطر من الخطر. السحون الأنجا تعدى. هل لديك تبرمج تاني؟ لا. قل له. قل له. قل له. البرمجة الانتهى اطلع منه قل اوك الحمد لله everything good الان انتهى let's go again نضغط على دع نلوكو ونعملو ان لك نشيل التاني نكفل الباب ونفتح الباب جميل اثنين نشيل التالت ونضغط هنا ونفتح هنا ثلاثة ريموتات اتبرمجت ما شاء الله يا جماعة ده ما تبع السيارة دي واحدة تانية this is for that car this is for that car there فدي ما تبعنا يا جماعة انا اقول لكم شنو كل الشكر والتقدير اه خليكم معي الشكر والتقدير ايها الاخوة العزاء زورونا في موقعنا في اليوتيوب وفي الفيسبوك وشاركونا معنا ولو في اي حاجة يا جماعة تفضلوا ممكن تسألوا وانا اعرف ان شاء الله جاوبكم لو ما عارب برضو كلنا نشوف الحل سويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم محمد النور هارون ادريس اخوكم محمد هارون ادريس بروكلين نيويورك السلام عليكم